اخوتي اخواتي مرحبا بي معاكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على تاريخ افتتاح عقود العمل ويعني نهضروا على تفاصيل ديال هاد الافتتاح وامتى غادي ان شاء الله نقدروا ندفعوا لادومون ديالنا وامتى خاصنا يعني نكونوا موجدين الشروط كاملين باش نقدروا ندفعوا في هاد العقود ديال العمل ديال الفين واثنين وعشرين خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله وغادي تفهموا يعني جميع التفاصيل من المصادر دائما الموتوقة يعني انا را ما كنهضرش معاكم غير يعني غير من راسي او لا كنمشي كنشوف قناة واتخرين لكن انا كنعدكم دائما من المصادر الموتوقة اللي هي لسيت ديال الطاليان ومن الجريدة الرسمية مباشرة ما تنسوش ديرو جيم والبرتاج باش يوصلكم دائما كل جديد نرجعوا لموضوعنا الموضوع هو التاريخ افتساح ديال عقود العمل للاسف كنينشي قنوات اللي اعطات واحد الاخبار خاطئة للي خلت الناس كتدخل في واحد يعني في واحد الصراع بيناتها شي كي يقول هادي تفتح Roman فنهار اخر فاذا شي كي يخلق دائما واحد ضجيج وكي يخلق واحد الممكن القنوات يعني غادي تستفد من هاد الشي و Launch من البحز ما نقوله من هاد ضجيج antid cream ولكن هذا الشراح حقيقي مصلح للناس اللي غادي تدفعوه اللي غادي يوقع ليوم واحد الارتباك سواء همى سواء الباترونات اللي غدي يدفعوا لهم المهم الله يهدي هاد الناس واني كانت منهم الله انهم يعتمدوا دائما على المصادر الموتوقة اللي دائما كتجيهم وكتعطيهم الخبر الصحيح ويعني قدروا باش يوصلوه الناس حينت الاخبار دائما راه هي أمانة كيخصك توصلها بصدق وبأمانة وإلى غلط الإنسان ما فيها بس أنه يعصادر للناس ويقولوا اللي راه قال واحد الحاجة اللي ما كيناش المهم بالنسبة للتاريخ ديال الافتتاح كيما قلت لكم راه كين فيه واحد تناقض أن البرح الناس اللي عندي في الفيسبوك راه علمتهم وقلت ليهم اللي راه غادي تحلف هاد النهار بالضبط وفعلا هادك شي لي كان لكن لأسف كيما قلت لكم البارح مع الصبح كان جاب اللي راه كين شي تسريب من شي بلاسة اللي كدقول بأن غادي تفتح نهار 12 هاد شي غالط يعني راه القانون غادي تفتح رسميا نهار 17 شهر نهار 17 شهر واحد 2022 17 يناير هذا هو الخبر الرسمي اللي متأكدين منه 100% يعني باستشارة مع محامات ايطاليين قالوا لنا باللي راه هذا هو التاريخ بالضبط لكن كينين واحد تواريخ اللي الناس يعني خداتها بعجالة وعطتها للناس على أنها يوم ديالافتساح لكن تاريخ ديال 12 شهر واحد 2022 12 شهر واحد غادي يكون فيه الافتتاح ديال لسيت لسيت اللي كان ديال يعني ديال عقود العمل اللي هو في الوزارة الداخلية هاد لسيت غادي وليك يعطينا طلبات ديال دفيع يعني غادي يقدروا البطرونات يدخلوا لهاد لسيت وياخدوا الطلب ويطالعوا عليه فقط يعني ميمكن شي واحد غادي يمشي يقدر من نهار 12 يدفع الشي واحد آخر يعني ميمكن شي بطرون غادي يقدر يدفع لك نهائيا نهار 12 نهار 12 البطرونات غادي يقدروا يدخلوا اللوسيت ويلقوا وفي اللي راه كينين لموديل اللي هما داخل قانون ديال ديكريتو فلوسي كينين شي ناس اللي يقدروا يدفعوا حتى خارج القانون عندهم ميهن ما كيناش عند الناس داخلين والبطرونات ملقاش اللي ديروها لهم فهدو ممكن يدفعوا لهم في أي قيسة لكن من اللي كيتحل القانون ديال عقود العمل فهدلوسيت كيزيد على هدو الطالبات اللي كتكون عنده دائما ديالناس اللي خارج ديكريتو كيزيد عليهم طالبات خرين ديالناس اللي غادي يدخلوا عن طريق عقود العمل سواء الموسمية او للأعمال الحرة هد شي فيما يخص نهار 12 أشنو غادي يكون نهار 12 ممكن أن البطرون يدخل يشوف بلي راه كينين هادوكلي موديل ويتطلع عليهم ويشوفوش المهنة ديالو داخله فيهم او للأ كينين شي مهن اللي داخلي وكينين شي مهن اللي ما دخلوش هاد العام فهد شي هو اللي غادي يدار ان شاء الله نهار 12 لكن اللي بغيت نأكد لكم أن الافتتاح ديال لساناتوريا غادي يكون ان شاء الله 17 شهر واحد يعني في 17 شهر واحد البطرون غادي يقدرو يدخلوا لسيت يحطوا طلبات ديالهم يعني ياخدوا من عندكم الباسبور ياخدوا من عندكم الأوراق اللي أنا درت عليهم اللايف البارح وشرحتهم لكم بتفاصيل وقيت لكم كل واحد يعني ها شنو خصو يجيب ها شنو خصو يجيب يعني قيت لكم ذك شي بتفصل لمو من وغادي ياخدوا هذك الطالبات وغادي نحطوهم يعني نحطوهم في هذك لوسيت هاد شي هو اللي غادي يدار نهار 17 ثم إيطاليا الحكومة الإيطالية كتعطينا واحد العشري يام باش نقاد دراسنا باش يعني جميع الطالبات تحط جميع الباترونات يقدروا يحطوا الطالبات ديالهم ذك شعليش كيعطيونا واحد الموهلة ديال العشري يام اللي يقدروا نحطوا فيها هاد دومون فلوسيت اوكي واضحين يعني نهار 12 الباترونات ممكن يدخلوا ويشوفوا الموديل اللي كينين ونهار 17 الباترونات غادي يقدروا يدخلوا ويحطوا الطالبات ثم كيجي نهار 27 اللي هو عشريان كتعطيها لنا الدولة الإيطالية باش نوجدوا فيها رأسنا الاهم نهار في هاد ديكرة الفلوسية هو النهار ديال الكليك داي الكليك داي يعني اليوم ديال النقر السريع اشنو كيعني هاد النقر السريع كيعني اننا غادي نكون وجدنا الطالبات ديالنا حطيناها في هاد كلوسيت مشيحنا لكي الباترون ديالنا غادي يكون وجد طالبات حطها في هاد كلوسيت يعني قاد المسائل دياله يلخصت وشي ورقة كييجيبها كيزيدها في الدوسي كيحط الفوتوكوبي ديال باسبور ديالكم جميع المعلومات دياله ديال الشركة دياله هاد شي كله كيكون موجود حتى النهار 27 اللي غادي يجي الكليك داي مع تسعود ديال صبح كيخص الباترون ديالنا يكون موجود يعني باش يدير لنا هادك الكليك اشنو كتعني الكليك ان دمون ديالك غادي يتخذ من عند ديال وزارة الداخلية اشنو كتعني بان لدومون ديالك غادي تكون يعني دارت في هادي كل اللحظة فالحاجة اللي غادي نأكد لكم عليها هي انكم تأكدوا على الباترون باش يدفعوا لكم مع تسعود ديال صبح قد قد نهار 27 شهر 1 2022 لازم انكم تكونوا مستعدين باش تديروا هادك الكليك ودفعوا لدومون ديالكم هاد الشي كله غادي يكون بالاتفاق مع الباترونات وكن قول لكم اكدوا عليهم حين ما شي جميع طاليان ومشي جميع الباترونات كيعرفوا هاد القضية ويعني طاليان راح أصلا هاد القانون ما كيعرفوش عليه بالساف فهدا هو الدور ديالكم إلا لقيتوا الضبط ودرتي الكليك راح انت تقبل في هادك الجهة اللي انت فيها اما إلا دخلتي مع تسعود أو عشرة ديال دقيق أو لا وخمسة ديال دقيق غا تلقابل الناس كام اللي يدخل قبل منك وما بقى لك الوقت يعني باش تفعل دومون ديالك هادو دومون تسعود ستين ألف من تسعود تسعود دقيقة تسعود تسعود ثلاثة وهما غاديين يعني قدم مزرب سي قدم مدفع سي لدومون ديالك قبل من الناس كاملين قدم ما غا تكون عندك حط ان الكون تخرج وان الوصد تصل للقنصلية في المغرب هاد شي كنأكد عليه دائما يعني حاولوا تكونوا في الوقت توجدوا ريقاتكم كاملين عندكم هاد المدة ديال عشر أيام يعني ما تزربوش على راسكم وتقولوا لا راه ناس خرين قالوا 12 راه ماشي 12 راه نهار 17 غادي يبدأ ان شاء الله هدفع غادي بدا يعني باش تقدوا الطالبات ديالكم وباش توجدوهم وعني وديروهم فلوسيت ونهار 27 إن شاء الله غادي يكون نهار الحاسم في هاد الكونترات وغادي ندفعو كانت منى من الله أن الشرح ديالي يكون وصلكم بطريقة مبسطة والله يسهل على الجميع وأنا راه دائما معاكم في الخطوات وكان شكرا الناس لداروا فيي التقيق وعطاوني باش ندفع لهم الطالبات ديالهم وإن شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالكم والله اشتركوا في القناة